امتشل الغطاصون حتى صباح الأحد حوالي عشرين جثة من العبارات الكورية الجنوبية التي غرقت قبل أربعة أيام وعلى متنها 476 شخصاً فيما دافع القبطان الموقوف السبت عن قراره تأخير إجلاء الركاب وبذلك وصلت حصيلة الحادث المأسوي إلى 49 قتيلاً فيما لا يزال 253 شخصاً في عداد المفقودين وكانت العبارة تنقل أربعة مائة وستة وسبعين شخصاً بينهم 352 تلميذة من مدرسة دانون جنوب سيول كانوا في رحلة مدرسية ونجا معاون مدير المدرسة من الحادث وعثر عليه الجمعة مشنوقاً وقد انتحر على الأرجح واتهم المئات من أقرباء ركاب المتجمعين في القاعة الرياضية في جند السلطات وفرق الإغاثة بعدم الكفاءة وبلا مبالات